السلام عليكم ومحبا بكم في قناتك يا ديلي اسمت باخ رقية ومرحبا بيا عندكم في البيوت ديالكم في اول ظهور لي على قناتي كتمنى نكون خفيفة الضل عليكم الوصفة دياليومه سهلة مهلة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل قبل ما ندوزو لي المقادير وطريقة التحضير ما تنسونيش ملي لايك اذا اعجبكم الفيديو كذلك تعليق جميل لاستمرارية القناة بارتاجيو مع الاهل والاحباب لتعم الفائدة كذلك اللي كنتو اول مرة كتصادفو قناتك يا ديلي اسمت باخ رقية عملو الاشتراك مع الضغط على الجرس باش توصلو بجديد وصفاتي ما نطوش لكم يلا هم عين شوفو المقادير وطريقة التحضير لهاد الوصفة غدي نحتاجو اترو ديال الحليب ساشي ديال فاني او لا سيكرو فانيه غدي نحتاجو كذلك ساشي ديال لاشانتي انا هناندي بي نكهة الفانيلا ممكن تسعملو اين كانتو ما كتبغيو اربع كاس من النشانس كاس من الدقيق الابيض وكذلك ستين جرام من الزبن غدي ناخدو الكسرونة ديالنا وغدي نزلو فيها هاد الكمية اللي عندنا ديال نشا كذلك الكمية اللي عندنا ديال دقيق الابيض غدي نخلطو هاد النواشف بلفوة وغدي نزيدو عليها تقريبا اربع كمية من الحليب فقط باش نخلطوهم مع بضياتهم او فو باش نتخلصو من هادو التكتلات او لا الكويرات اللي اه كيكونو في النشا والدقيق عاد باش غدي نزيدو الكيمية المتبقية من الحليب وغدي نحطو الكاسرونة فوق من البطا ولا عافية مهيلة مع التحريك المستمر خاصنا ما نغفلوش عليها وسنبقا ونحركو حتى كطيب هديك النشا والدقيق وكيتقال عندنا الخليط وكيولي عندنا على هاد الشكل هادا حتى كيبدو يبنو دوك الفوق عاد صافي ونزولو من فوق من البطا وغدي نزيدو الكيمية اللي عندنا ديال الزبدة 60 جرام من الزبدة وساشي ديال سيكروفانيي وغدي نخلطو هاد العناصر حتى كتنساجم مع بعضها ودوب عندنا هديك الزبدة وننزلو هاد الخليط في واحد الريسيبيون ونغطو عليه مزيان مزيان باش ما تكونش لنا هديك القشرة من الفوق ونخليو فقط فوق من البطا ويبرد وغدي نزيدو ساشي ديال الشانتيه وغدي نخلطو العناصر كاملة بالطراب الكهربائي او اللي اليدوي نطربو مزيان مزيان هاد العناصر حتى كتدخل في بعضياتها وكتنساجم وغدا نزيد قياس جوج ديال نقاسات او اللي البعويدات اللي انا قطعتهم مربعات على هاد الشكل وغدا نخلط الكل صدقوني هاد المهلة بيه بنقاس او اللي بالاجرس كتجي فغيمون زوينة 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 بسف بسف كنتمانو تجربوها لانا فعلا تستحق التجربة صافي انفوك نخلط العناصر اللي عندي كننزل المهلة بيه في كؤوس او اللي بيرين دكشي لحساب اللي متوفر في المنزل ممكن كدلك تعوضو الاجرس بالفخيز او اللي بالمشماش تكشي على حساب اللي متوفر انفوك نخلط هاد العملية غدا نزين بالقليل من البستاش والبخالة كونكاسي ممكن تعوضوهم باللوز او لا باي نوع من الفواكه الجافة لكشي كيبقى لحساب الادواق ديلكم ولحساب الاختيارات ديلكم وتزين دائما كيبقى اختياري وتيكون هدا والشكل النهائي ديلك المهلة بيه ديتنا بالاجرس كنتمنى الوصفة ديال اليوم اتنا لاعجابكم كنتمنى الفكرة احتهيتنا لاعجابكم ودبا مقالي الا نقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء لارك يده لس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة